عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمن مؤتمرا صحفيا وذلك في ختام أعمال الدورة الثامنة للجنة العلية المصرية الجزائرية المشتركة نتبع المؤتمر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة سيدات والسادة الوزراء الحضور الكريم والصلاة الإعلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشرفت اليوم رفقة أخي الفاضل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة بترأس الدورة الثامنة للجنة العلية المشتركة الجزائرية المصرية التي انتهت أشغالها للتو والتي جرت في جو أخوي متميز طالما طبع اللقاءات الثنائية بين الجزائر ومصر وبداية أود أن أذكر أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة المسداد خلال زيارة السيد الرئيس الجمهورية إلى مصر الشقيقة في يناير الماضي حيث اتفق على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات ووجه في هذا السياق بعقد اللجنة العلية المشتركة كما أكد على الطابع الاستراتيجي والمتميز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين جدير بالذكر أيضا مجمل التوجيهات التي أسداها قائدي البلدين خلال قمة جونفي الثنائية والتي يتعين اليوم على حكومتي البلدين تنفيذها من أجل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالتبادلات الاقتصادية والبينية بين البلدين وقد سمحت المحادثات التي أجرينا سويا خلال هذه الدورة بالوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية المصرية والتأكيد على الإرادة المشتركة التي تحذون للمضي قدما في تطويرها وتنويعها وتنويع التعاون الثنائي بين البلدين من خلال استكمال المشاريع القائمة واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار وفق خارطة طريق تحدد أولوياتنا وأهدافنا المشتركة كما توجد عن أشغال الدورة الحالية للجنة العلية المشتركة الجزائرية المصرية بالتوقيع على 12 اتفاق ثنائي في مجالات الصناعة وتلقية الاستثمار وتلمية الصادرات ودعم المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة وريادة الأعمال والبورصة والموالد المائية والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والديبروماسي والبيئة والشباب والرياضة والأوقاف والشؤون الإسلامية فضلاً عن محضر الدورة الذي يرسم خارطة الطريق للمساعي المشتركة للتعزيز التعاون الثنائي في الفلطرة المقبلة كما ستعرف هذه الدورة تنظيم منتدى اقتصاد جزائر مصري يوم غد إن شاء الله يضم عدداً غير مسبوق من الرجال الأعمال الجزائريين والمصريين والذين ستكون لهم فرصة العمل المشترك على استكشاف فرص التعاون والاستثمار المتاحة في البلدين تعزيزاً للمحتوى الاقتصادي للشراكة الثنائية وإننا نتطلع وكلنا أمل وثقة بأن هذا الحدث الهام سيشكل وثبة حقيقية في مصار الشراكة الجزائرية المصرية وختاماً أود أن أجدد الترحيب بأخي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة وبالسيدات والسادة الوزراء والوفد المرافق له مع خالص الشكر لخبراء ووفدي البلدين على ما بذل من مجهودات في سبيل إنجاح هذه الدورة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية وشكراً لكم على كرم الإصغاء شكراً لكم بسم الله الرحمن الرحيم أخي العزيز الكريم أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة معالي السيدات والسادة الوزراء والسيدات والسادة الحضور اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفين لأخي العزيز دولة الوزير الأول لحفاوة الاستقبال وقرم الضيافة الذي لمسناه منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها أقدامنا بلدنا الثاني الجزائر الشقيقة وأعتقد أنه من حسن الطالع أن يتزامن إنعقاد هذه الدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين مع قرب حلول الذكرى الستين للاستقلال بلدنا الثاني الجزائر واسمحوا لي في هذه المناسبة دولة الوزير الأول أن أنقل لكم ولشعب الجزائر الشقيق تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للجزائر رئيساً وحكومةً وشعباً بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً وتمنياته لكم جميعاً بدوام البناء والتقدم والرخاء وأعتقد أن اليوم هذه مناسبة سعيدة جداً لنا جميعاً لتفعيد والإعادة تفعيل إنعقاد هذه اللجنة العليا المشتركة الهمة حيث كانت آخر مرة لإنعقادها كانت عام 2014 وحالة الظروف الاستثنائية التي مرت بها بلدين والعالم كله لعودة إنعقادها وأعتقد أن اليوم ومناسبة هذه الدورة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي وجهها العالم يعني تأتي أهميتها شديدة من رغبتنا الصادقة والمشتركة لتفعيل ما توفق عليه زعيمي بلدين في يناير الماضي من ضرورة تعظيم أسر التعاون والروابط بين بلدين وأعادت بناء كل العلاقات المشتركة بينهما في ظل هذا الزخم العالمي الكبير وبالتالي شرفنا اليوم بإنعقاد الدورة وحضور توقيع العديد من المذكرات التي أشار إليها أخي العزيز ولكن الأهم ما هو أكدنا عليه من جانبنا للوزراء من الحكومتين بضرورة وضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذه المذكرات والاتفاقات التي وقعناها وشهدنا توقيعها اليوم لخدمة بلدين وشعبين الشقيقين والحقيقة أن هذه الاتفاقات هدفها الأساسي هو بناء وتعظيم العلاقات التاريخية التي تربط شعبينا والتي امتزجت دماؤهما معا في قضايا التحرير الوطني على مر العصور السابقة وبالتالي من المهم جدا في خلال الفترة القادمة تعميق الروابط الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والإمكانات الموجودة في بلدين ولعل انعقاد منتدى رجال الأعمال غدا الذي سأشرف بوجودي مع أخي دولة الوزير الأول ونحضره سيكون هو الذراع التنفيذي للعديد من المشروعات المشتركة التي نأمل أن يتم تفعيلها قبل نهاية عام 2022 لأن أعتقد أننا دورنا كحكومات أن نشجع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مجموعة من الاستثمارات المشتركة التي تخدم بلدين لأن هذه المرحلة التي يشهدها العالم هي مرحلة مهمة جدا ودقيقة ومن مصطحة بلدين التكامل معا ليكون لدينا قعدة صناعية وإنتاجية مشتركة تخدم المحيط الإقليمي لنا سواء قارة أوروبا أو أفريقيا وأعتقد وأكل ثقة أن بلدين قادرين على تفعيل هذا الموضوع بكل ما لديهم من إمكانات سواء بشرية أو مادية وإنتاجية في ختم كلمتي مرة أخرى أخي العزيز الوزير الأول أوجه لسيادتكم خالص الشكر والتقدير مرة أخرى على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وأتطلع إلى زيارتكم إن شاء الله لبلدكم الثاني مصر في أقرب فرصة ممكنة وأن تشهد العلاقات الجزائر ومصر في خلال الفترة القادمة زخما كبيرا تبقى لما أكد عليه فخامة الرئيسين وأشكر حضراتكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته